بيتامين لنوع معين من الكتب التاريخية حسن هي من شكل الأدب اللي بتحبه كلامي مظبوط؟ مظبوط طبعا هو التاريخ بالنسبة لي شغف كبير قوي وربما دامون عاكس على الكتابات الإصدارات اللي طلعت التلات إصدارات اللي طلعتوا اللي طلعتوا ليا كلهم بتتناول حقب تاريخية أو جوانب تاريخية فهو بالنسبة لي طبعا القراءة التاريخية شيء مهم جدا أكيد عند حداتك كتابين مشاركين في المعرض السنة دي بالزبط أنا عندي كتاب أوراك شمعود المصري وده إصدار سنة 2021 ورواية عهد ديميانا اللي صدرت السنة اللي فاتت في 2023 وعهد ديميانا طبعا أنا حاب أبارك لحضرتك عليه لأنه قريب هنشوفه في عمل درامي ضخم إن شاء الله بإذن الله من إنتاج الشركة المتحدة إن شاء الله بإذن الله هو فعلا تم توقيع تعاقد مع الشركة المتحدة والله يبارك فيكي وأنا سعيد طبعا بالتعاقد ده الشركة المتحدة الشركة كبيرة جدا وعمل تاريخي كبير ضغم بهذه الصورة وإحنا في احتياج لده الحقيقة يعني أنا بشوف أو بتوقع إن شاء الله هيكون شكل إنتاج مختلف هيكون عمل مختلف سياقه مختلف تقديمه أكيد هيتم بشكل مختلف جدا على مستوى الدراما أتوقع نفس التوقع ده خصوصا وإن العمل بيمس الروح المصرية جدا روح الهوية المصرية وبيمس قضايا وطنية فوجود شركة وطنية كبيرة لإنتاج تتناول هذا العمل بالإنتاج إن شاء الله أتوقع له إنه هيكون على مستوى عالي جدا مبروك مقدمان وإن شاء الله نتقابل بعد إذاعته ونتكلم عنه إن شاء الله نتكلم شوية عن المعرض نتكلم عن فعالياته من وجهة نظرك إيه الجديد السنة دي الموجود في المعرض الجديد في الحقيقة مرة دي أنا شايف فيه أنواع كتيرة قوي من الإصدارات متعددة وفيه ألوان مختلفة من الإصدارات يعني كان في وقت من الأوقات كانت تبدو الإصدارات منحصرة فيه نوع معين من الروايات لا فيه دلوقتي كتب كثيرة تنوع أكبر شايف فيه كتب كثيرة جدا بتتناول التراجم والسيار الزاتية بشوف فيه كتب وأعمال مترجمة كثيرة فيه أكتر من عمل مترجم موجود من إصدارات السنة دي ففي الحقيقة يعني فيه تنوع فيه أنواع الكتب يعني مش منخصرة في عمل واحد